مع اجتداد المعارك غرب مأرب وفشل ميليشيات الحوثي في تحقيق أي تقدم في الجبهات لخمسة أشهر بدأت بحملة تجنيد في صفوف طلبة المدارس تحت اسم الدورات الصيفية تبدأ من التعبئة الفكرية المتطرفة وتنتهي باستخدام الأسلحة ميليشيا الحوثي طلبت من السكان إلحاق أبنائهم في هذه المدارس التي تقدر بالمئات وتشرف عليها في العاصمة ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها بحسب صحيفة الشرق الأوسط المقررات تقدم برامج فكرية أعدها خبراء في ميليشيا حزب الله لبناني تمجد القتال وتحض على أن هدف الإنسان في الحياة هو الجهاد بحسب أحد المعلمين يحتوي البرنامج الصيفي الذي يستمر ثلاثة أشهر على محاضرات يومية إلزامية لزاعم الميليشيات قبل إلحاقهم بمعسكرات للتدريب على استخدام الأسلحة والألعاب القتالية وتجسيد شخصيات من قادة الميليشيات لقوا مصرعهم في جبهة القتال مع القوات الحكومية خصوصا في مأرب والجوف هذا وقد اتهمت الحكومة الشرعية اليمنية ميليشيا الحوثي بتحويل المراكز الصيفية إلى معسكرات مغلقة تدعم التطرف لتدريب الأطفال على يد خبراء إيرانيين وتعليمهم على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة قبل الزج بهم في جبهة القتال وسط تحذير من قبل مسؤولين يمنيين من خطر تلك المراكز الحوثية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن رشخيات العربية